موسيقى السلام عليكم بزخم متصاعد تواصل مدينة السويداء جنوبية سوريا احتجاجاتها الشعبية ضد النظام الاحتجاجات التي جاءت في سياق ترد الوضع المعيشي ولجوء النظام إلى مضاعفة أسعار المحروقات تطورت شعاراتها إلى مطالب بإسقاط النظام السوري ورئيسه بشار الأسد وبناء دولة على قاعدة القانون والمواطنة يرى مراقبون أن احتجاجات السويداء تتمتع بأهمية كبيرة لخصوصية المدينة كمعقل لدروز سوريا وتاريخية كمحضن كبرى ثورات بلاد الشام ضد المستعمر الفرنسي بقيادة أحد رجالها وهو سلطان باشا الأطرش من جهته تعامل النظام مع احتجاجات السويداء بهدوء غير معهود عنه وفضل الصمت تاركا جملة من التساؤلات في الساحة السورية عن مآرب النظام ونواياه من سياسة الصمت نتوقف في حلقة اليوم من حديث العرب مع احتجاجات السويداء لنطلقها وفق ثلاثة محاور السياق الداخلي السوري الذي تجيء فيه وقدرتها على إعادة إنهاض الشارع السوري تظاهر وتأثيرها على نظام الحكم في البلاد التفاصيل كالعادة بعد متابعة التقرير بعد أكثر من 12 سنة من انطلاق شرارة الثورة السورية وفي السويداء القريبة من درعة التي احتضنت بدايات الحراك الثوري عام 2011 يعيد السوريون الكرة بتظاهرات شعبية متواصلة منذ أسابيع تنادي بإسقاط نظام الأسد وتحقيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وكمثل أكثر الاحتجاجات بدأت مطالب المتضاخرين اقتصادية تتعلق بارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار كنتيجة لانهيار قيمة الليلة السورية أمام العمولات الأجنبية ثم ما لبثت فلك المطالب أن اتسع نطاقها لتشمل المطالب السياسية الثابتة للثورة السورية والتي تتمحور حول بناء مستقبل جديد للبلاد لا يكون نظام الأسد جزءا منه أو مؤثرا فيه ولأنها تعد إحدى معاقل النظام السوري جاءت السويداء باحتجاجاتها الأخيرة المتواصلة وكأنها عودة للروح إلى جسد الثورة الذي أنهكته الحرب فانتفض داعما لها في عدد من المدن والبلدات السورية بل إن تواصل وزخم التظاهرات دفع الخارجية الأمريكية إلى إعلان دعم واشنطن لحق الشعب السوري في التعبير عن رأيه داعية إلى حل سياسي يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي وصولا إلى سوريا عادلة وموحدة وبحسب مراقبين فإن استمرارية الاحتجاجات في السويداء وتصاعدها والتوجه نحو مزيد من التنظيم بتأسيس هيئة سياسية وأخرى اجتماعية لإدارة الانتفاضة الشعبية في المحافظة وإرهاصات اتساع خارطة الاحتجاج لتشمل محافظات أخرى كل ذلك يؤشر إلى بعض الضعف الذي أصاب قبضة النظام الأمنية بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية كما يؤشر كذلك إلى أن سوريا قد تكون على موعد مع موجة ثورية جديدة ربما ترسم صورة مغايرة لتلك التي آلت إليها الأمور خلال السنوات الأخيرة موضوع حلقتنا هذه نضعه على طاولة الحوار مع ضيوفنا الأعزاء نصر الحريري في الاستوديو الرئيس السابق للإتلاف الوطني السوري وياسر النجار الأكاديمي والباحث السياسي كما يشاركنا عبر زوم من مدينة روتردام الهولندية أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية أهلا بالجمع الكريم لاستوديو نبدأ قيل أنه لمدينة السويداء خصوصية كونها معقل الدروز أقلية الدروز في سوريا وأيضا لأنها صاحبة قصب السبق في الثورة ضد المستعمر الفرنسي كيف يمكن تفسير هذه الخصوصية إلى أي مدى توافق على هذه الخصوصية وماذا يعني أن لها خصوصية عندما تتظاهر مساء الخير أخي أستاذ جهاد أستاذ زياسر وعمار ودكتور أسامة والأخوة المشاهدين باعتقادي نعم يعني السويداء لها خصوصية يعني بما يتعلق بعدة نقاط النقطة الأولى النظام منذ بداية الثورة حاول تحييد بعض المحافظات أو بعض المجتمعات من النسيج السوري في موضوع الثورة وحاول استجرار هذه المجتمعات لنصرته ضد الشعب السوري طبعا بدعوة متعددة أهمها الوتر الذي لعب عليه طويلا والبطاقة التي أبرزها ككرت اعتماد أمام المجتمع الدولي فيما يتعلق بحماية الأقليات ويعني أنا لا أرغب بالحديث بهذا الموضوع لكن هو الواقع هو هكذا السويداء مع محافظة تغلب عليها طائفة الموحدين الدروز وفيها عدد قليل من العرب السنة الموجودين في المحافظة القضية الثانية النظام لعب أكثر من مرة مرات كثيرة على إحداث فتنة بين المجتمع الحوراني مجتمع الدرعة محافظة الدرعة ومحافظة السويداء وفي كل يعني هو كان يحاول الاستفادة على الجهتين الجهة الأولى هو يعني يستفز أهل الدرعة من أجل إبداء ردات فعل تجاه أهل السويداء وبالتالي يعطي هذا الشعور للسويداء أنه أنا ألحامي لكم ومن جهة أخرى كذلك يحاول دائما أن يجعل المحافظة الدرعة محتقنة ضد السويداء بعمليات خطوف أو عمليات ابتزاز وما إلا هناك محافظة السويداء منذ البداية شاركت ولو بشكل محدود إذا نظرنا للحراك الثوري سواء المدني فصار في اعتصامات لنقابة المحامين وصارت بعض المظاهرات في بداية الثورة وصار مشاركة لبعض الناشطين من السويداء في نشاطات عامة تتعلق بحصار درعة وإدخال الحليب والسيدة مونة واصف والسيدة الأطراش شاركت بأكثر من مكان حتى عندما حدث الحراك العسكري كان هناك مشاركة لبعض المقاتلين وخلدون زين الدين استشهد على الأراضي على أراضي محافظة الدرعة هذه الخصوصية هي لذاتها مجرد كلام مجرد أم هذه الخصوصية تنطوي على أهمية نريد أن نعرف أهمية هذه الخصوصية الأولى كما قلت موضوع حماية الأقليات والثاني أن النظام كان يعتقد أن هذه المحافظة هي معقل له فبالتالي هي تشكل دخيرة كبيرة سواء كان في الجيش والقطاعات الأمنية أو الأجهزة الأمنية أو بأجهزة الدولة المدنية الأخرى وبهذا الموضوع هذه الخصوصية تحطمت أو حاولت السويداء تحطيمها عندما أصرت على عدم إرسال أبنائها بأغلبهم طبعا هذا منذ بداية الثورة منذ بداية الثورة حافظت على موقع الحياة تقريبا فاستقبلت الكثير من العائلات السورية استأجروا وسكنوا في السويداء على أنه في حينه في السويداء دعني أتقمص الرأي الأخر إجابات سريعة لو أذنت أستاذ نصر نظر إلى حينه هذا الاتفاق بين المحافظة والنظام على أنه مقايضة ومساومة السوريون يقومون ضد النظام ويقدمون الدماء هم عصموا مثلا أولادهم من القتل من إيران الثورة السورية مقابل أن لا يقوموا ضد النظام هذا قطعا وحتى أنا أذكر بالمظاهرات التي خرجنا فيها بداية الثورة عندما كنا في المحافظة في محافظة الدرع نوجه النداء يا شام وينك وينك يا حلب وينك وينك يا سويداء وينك وينك لأنه أقرب المحافظات إنها هي محافظة السويداء وفي وحدة حائل عائلات وصداقات وتاريخ وإلى آخره وهذا العتب بقي موجود لفترة طويلة على الرغم من أنه كان في مشاركات بالمظاهرات والاعتصامات وحتى بالحراك العسكري لكن عندما ننظر للموضوع كنظرة كاملة لا أقول محافظات بعض المناطق وقفت إلى جانب النظام قلبا وقالبا سياسيا وعسكريا وأمنيا وبشريا واقتصاديا فحتى في ذلك هذا الموقف الذي أخذته محافظة السويداء صحيح أنها منذ البداية لم تنخرط بشكل قوي وكامل في الثورة السورية ولكن استقبال اللاجئين من المناطق الأخرى عدم الرضوخ للنظام بإرسال أبنائهم للقتال إلى جانب النظام كذلك كان له أثر في دعم صمود المناطق المجاورة وخاصة درعا ورف دمشق سيد ياسر ما الذي يجعل الحراك في السويداء يستمر لمدة شهرين تقريبا شهر ونصف تقريبا ثم يزداد زخما ما الذي أدى إلى هذه النتيجة مساء الخير لكم ولمشاهدينكم ولضيوفنا دكتور نصر ودكتور أسامة يعني أعتقد حقيقة أن السويداء لها حالة خصوصية مجتمع متماسك له بعد مشيخي يعني يسمون أنهم جماعة المشايخ العقل الذين لهم دور كبير جدا في التعامل مع الشارع المتواجدين كلهم جلهم من الطائف الموحدين الدروز إذا تستطيع أن تقول في حال أنك تعاملت مع قيادات ليس النخب قيادات الحالة المشيخية معهم وكان موقفهم إيجابي وانتقلت إلى الحالة المثقفة أو النخب التي هي لطالما كانت معارضة للنظام منذ القديم وانتقلت إلى الحالة الشارع فأنت تكتمل معادلة لديك بأنك فعلا تكسب المحافظة بالمجمل هذا الأمر أعتقد أنه في حالة عندما يكون إذا أردنا القياس على المحافظات الكبرى لا نستطيع أن نحقق مثل هذه المعادلة يمكن أن تتحقق مثل هذه المعادلة في المجتمعات العشائرية أو المجتمعات الدينية التي كما ذكرت منغلقة أو مغلق عليها بشكل ما لكن أنا قصدت من سؤالي سيد ياسر أنه لماذا استمرت شهرين يعني أربعين يوم ويزداد زخمها هل مرد ذلك إلى هدوء النظام في التعامل معه بخلاف المدن السورية الأخرى أم لاستقرار المعرفة لدى النخب السويداء بأن النظام أفلس ولم يعد لديه شيء أم ثمت ربما ارتباط بجهات أخرى يعني الأسباب التي أعطتها هذا الزخم يعني أتصور كل هذا الأمر يمكن أن يدرس على حدة بمفرده ولكن أنا أريد أن أصل إلى نتيجة أن الشارع في السويداء هو صحيح أنه تجاوز المحرمات بالنسبة للنظام التي لم يسكت على مثل هذا التجاوز في محافظات أخرى ولكن عامل الزمن له دور كبير جدا أنت لا تتكلم في عام 2011 عندما كان النظام يريد أن يطفئ كل جزوات التي تشتعل للثورة في كل مكان بأي وسيلة كان الآن النظام قدم نفسه أمام العالم كله وأنه منتصر وأن الأمور عادت إلى أمنها وأنه هو الذي يجب أن يحكم بالمطلق ما الذي حصل؟ الذي حصل قامت من جديد شرارة من شارع في منطقة يعتقد النظام أنه حريص على أنه تم السيطرة عليه هذا من جانب من جانب آخر حالة مظلومية لا نستطيع أن ننكر بأن الميليشيات الطائفية التي تتبع إلى الحرس السولي الإيراني كان لديها تركيز على مناطق سهل حوران وجبل حوران لماذا؟ لأنها مناطق ملاصقة إلى المناطق الحدودية التي يريد أن ينفذ من خلالها لتسويق الكيبتاجون لذلك تستطيع أن تنظر إلى حالة الشارع والنخف السويداء كانوا يخشون في الفترة الأخيرة خشية كبيرة جدا على حالة خطوط تهريب المخدرات التي تمر عبر أراضيهم الأمر الثالث لا ننسى هذا الأمر كما ذكرت أن هناك مظلومية قديمة تستطيع أن تتفاعل ولكنها تحتاج إلى الوقت النظام لا يستطيع أن يتعامل ما بعد 12 سنة أو 13 سنة تقريبا بنفس الأسلوب الذي يتعامل فيه بالبداية وهؤلاء أيضا فهموا هذه المعادلة لذلك أنا أرى حقيقة أن الشارع في السويداء ينطفد بأسلوب زكي جدا يتعامل بحالة مدنية مطلقة حاول النظام أن يتلعب بكثير من السيناريوهات المؤامرة ولكن حتى هذه اللحظة رب العالمين يسلم بالنسبة لأهلنا في السويداء لا نريد أن يسقط منهم دماء تعبنا نحن كسوريين بالمطلق على قتل الدم من السوريين ولكن لنقولها بصراحة تعاطف مشايخ العقل مع النخب مع الشارع أصبحت معادلة جميلة جدا وإن شاء الله تكسر قيد هذا النظام لكن أذهب إلى روتردام سيد أسامة ما حصل في السويداء حقيقة بالمعايير السورية هو حدث مهم ولا ينبغي أن يمر عليه مرور الكرام لذلك نريد أن نفهم أكثر معك قضية هذا الحراك هل ينبغي قراءة ما يحصل في السويداء ضمن سياق سوريا داخليا محض ربما متعلق بأسباب معيشية اقتصادية أم ثم تبعد إقليمي أو دولي يشكل حافزا ودافعا لهذا الحراك بسم الله الرحمن الرحيم فالحقيقة يجب أن نوجه التحية في بداية هذه القلقة لأهلنا في السويداء وهناك أمور يجب أن نوضحها بكل صراحة وبكل جرأة الموضوع عندما بدأت التورة السورية المباركة في 2011 كثيرون قالوا أن الذي حركها يعني أصابع من الخارج واتصالات وارتباطات وصنبوشات فلافل وإلى ما هناك قد يكون هناك سبب مباشر اقتصادي والأمر الجميل الرائع أن هذا الأمر الاقتصادي كسبب مباشر تحول مباشرة أو وصل إلى الحالة الثورية التي كانت في 2011 نحن بكل ظروف السويداء نعرف ونعلم أن ظروفها خاصة وأنهم مجموعة بشرية قليلة نسبيا إلى ما هناك ونستطيع أن نعطيها العذر بعد أن قامت بتوقيت فريد بالنوعية توقيت فريد بالنوعية يعني كل المحافظات نسبيا عدى المناطق المحررة ساكنة واستطاع النظام حسب تقديري بأنه أخمد كل شيء في كل المحافظات عدى المحافظات التي تسيطر عليها قسد وجه الفرادة في التوقيت مهمة هذه النقطة سيد مسمى وجه الفرادة في التوقيت يعني عندما يركبون المخاطرة أسميها المخاطرة الثورية عندما يركب أهل السويداء المخاطرة الثورية في هذا التوقيت النظام نسبيا أو نظريا لا يعاني من أي سطر في محافظات أخرى فيكفيه توجه هجومي على السويداء لينهي ما يحصل طبعا الأضواء مصلطة على السويداء من المجتمع الدولي ولا نستطيع أن نقول أن هذا يعني بعيد عن الثورة السورية لأن الثوار الأوائل السابقون في الثورة السورية كانوا ينادون بأشياء تخاطب المجتمع الدولي يخاطبون نريد حظر جوي يتكلمون عن أمور مفتاحها بأيدي الدول الكبرى المكان أيضا مهم جدا هذه السويداء يعني أنا لا أعلم لماذا نعتبرها أو في مقدمتكم قلتم أن السويداء هي إحدى معاقل النظام أو هو يعتبرها كذلك لا يوجد لدينا أدلة كثيرة هناك مبالغة في ذلك لأن حتى الضباط بين قوسين الدروز كل الذين ساندوا النظام أو جعلوا منه أقوى في مواجهة الشعب السوري المنتفض العظيم تكلمتم عن انكفاء أهل السويداء عن الخدمة في الجيش وفي القوات التي كانت ترهب المواطنين وتقتل المواطنين من الشعب السوري المنتفض العظيم إذن لدينا خصوصية للسويداء ولدينا تاريخ عندما نتكلم عن سلطان باشا الأطب نعلم أن هذا الرجل لم يتكلم باسم الدروز وهذا مهم جدا وآوى ثوار الغوطة يعني كان هناك كتب كثيرة جدا للسفر جلاني وغيره تتكلم عن لجوء ثوار الغوطة إلى جبل العرب ولم يحدث في التاريخ أن غدرا يعني حصل من أبناء محافظة السويداء تجاه الأكثرية دعنا نسميها من العرب السنة هذا لم يحصل لا في التاريخ ولم نشهد صراع طائفي مبعثه حق الطائفي من طائفة الدروز تجاه العرب السنة بكل وضوح وبكل صراحة يجب علينا أن لا نقول أن الدروز هم أقلية لقد أثبتوا أنهم فعلا ينتمون إلى الأكثرية السورية الوطنية ومواقفهم في التاريخ ومواقفهم الآن يعني من مئة سنة عندما نذكر أول معركة خاضها يعني سلطان باشا الأطرس في مدينة الكفر خاضها مع البدو الذي النظام ماذا فعل أشعل الفتنة بين الدروز وبين البدو وأشعل الفتنة أيضا كما ذكر ضيفك بين الدروز وبين أهل حوران هذه المعركة خاضها البدو مع سلطان باشا الأطرس وكانت أول معركة ضد الفرنسيين وهؤلاء وهذا الكلام من مئة سنة تقريب من تسعين سنة عندما يقول التقرير بأن السويداء كانت إحدى معاقل النظام فربما لا يعيب هذه المدينة لأن درعة كانت من معاقل النظام ومع ذلك هي ثارت على النظام وأشعلت ثورة في سوريا كلها وهذا مستقر في الشارع السوري نكمل حديثنا بعد العودة من فاصل قصير أعلام عراقية مجالات ريادية صنعت الحياة في الطب والهندسة الفن والتاريخ الاكتشاف والمعرفة نطرق بابها ونفتح كتابها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه عودة لاستئناف الحديث بشأن الحراك الشعبي في مدينة السويداء جنوبية سوريا وقراءة في سياقاته الداخلية سيد ياسر أي إشارات يستقبلها السوريون من الحراك الدائر في السويداء أو دعني أطرح السؤال بكلمات أخرى كيف تفسر هذه الاحتجاجات على المستوى الشعبي الداخلي في سوريا سواء في المناطق المعارضة أو مناطق النظام لنفصل ما بين المنطقتين أولا خطاب الثورة في الشارع في السويداء في ساحة الحرية هو خطاب جمعي هو خطاب لكل السوريين ما وجدت أن في هذا الخطاب إلا تسكرة في خطابات السوريين في المرحلة السلمية لكن ترفع أعلام طائفية أعلام الدروس ليست أعلام الطائفية وإنما هي أعلام لنقولها بصراح هي أعلام تمثل السورة السورية الكبرى في هذه الفترة كان الجميع يرفع هذه الأعلام لذلك أنا أعتقد أن اللحن بأن هذا يخصص حرام بذاتها أنا أعتقد أن هناك رسائل سياسية أخرى عالم الثورة السورية الآن بات مصادرا عندما تقول أن مؤسسات الثورة السورية ليس بيدها أي حل لا على مستوى الأممي ولا على مستوى الدولي ولا حتى على مستوى الداخل تستطيع أن تقول أنه حالة نوع من العتب بأن حالة الثورة السورية من خلال المؤسسات ليس راضي عنها الشعب السوري في الداخل أنا لا أتكلم فقط على أهلنا في حران أنا أستطيع أن أقول لو أن النموذج المؤسساتي والمعارضة السورية قدمت الذي مطلوب منها لو وجدت أن الشارع السوري كله يعني يتكلم بحالة تمني بأنه ينضم إلى هذه المساحة ولكن لنقولها بصراحة حالة التفرد التي نعيشها الآن من خلال بعض الفرق التي تحاول الاستئسار في عمل مؤسسات الثورة وحالة الفوضى التي نجدها من بعض أيضا مؤسسات أخرى من المفترض أنها لم تجبني عن سؤالي حتى لا سأصل إلى هذه المرة أنا أريد أن أقول أن الشارع الثوري في السويداء خطابه خطاب السورة السورية مجتمع هذا واحد لا ننسى سميح شقير كيف يستقبل السوريون أن أقصد في مناطق النظام؟ لا تحدثنا في المحور الأول عن ما يجري في السويداء لكن الآن الإشارات التي يتلقفها السوريون سواء في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة في إدلب والشمال تمام تجد لذلك بعد هذا الأمر تجد أن أهلنا في إدلب أهلنا في المناطق المحررة كلهم كانوا يتظاهرون وأصبحت الجمعة تجمع المظاهرات بشكل عام لذلك أنا أرى أن خطاب الشارع في المناطق المحررة هو خطاب متماهي مع خطاب الثورة في السويداء بالنسبة للمناطق النظام التي هي تحت سيطرة النظام لا ننسى أنها لا تستطيع أن نحملها ما لا طاقة الله لكن التجاوب مع السويداء حتى الآن في المناطق المحررة ما تسميها المحررة حتى في مناطق نظام تجاوب خجول مظاهرات خجولة يعني لا أعتقد أن هذا الأمر يعني يمكن قياسه على مناطق النظام السبب من الذي يقوم بعملية السورة وعملية المظاهرات فئة الشباب أين هم الشباب الآن في مناطق حلب ودمشق وحماء وحمص؟ كلهم أصبحوا في الخارج إما أنهم هربوا من خلال حالة الخدمة الإلزامية أو أنهم هربوا بسبب الظروف التي يعيشونها لذلك أنا أريد أن أقول السويداء احتفظت بشبابها لم تضحي بشبابها لأن النظام لم يستطع أن يفرض الجندية على الشباب المتواجدين في سويداء ولذلك المشايخ والخطاب المثقفين هناك حافظ على بقاء الشباب أما بالنسبة لدمشق وحلب والمحافظات الأخرى لن تجد شابا ما بين 18 وال40 سنة متواجد في سوريا لأن النظام لن يبقيه في بيته بين أسرته وإنما سيأخذه إلى صفوف الأمامية لذلك لا تستطيع أن تطالب بمظاهرات يقوم بها الكهول أو العواجيز من السوريين أستطيع أن أقول هؤلاء يدعموننا وهؤلاء هم الخير والبركة ولكن المظاهرات تقوم على الجيل والفئة العمرية الشابة سيد نصر بعيدا عن لغة العاطفة وبلغة منطقية عما يجري في سوريا أي تأثير لحراك السويداء على الداخل السوري؟ يعني أنا باعتقادي حراك السويداء هو مثل الماء الموضوع على النار ما قبل الغليان تبدأ بعض الفقاعات بالخروج بنفس المكان فلاحظوا أن السويداء تظاهرت عدة مرات وكل مرة كان يتم احتواء حراكها إما باستجابات معينة أو خدع وكماء من النظام أو نستطيع أن نقول أن الحراك كان لا يزال في طليعته في بدايته لم يصل إلى درجة الغليان بعد الآن هذه النقاط الغليان التي ظهرت بنفس المكان الآن نضجت ولذلك استمر الحراك لمدة ربعين يوم ولا أعتقد أنه سيعود إلى الوراء على مقولة أحد الشيوخ أهلنا في السويداء أننا ركبنا لحصنة والسهم انطلق من مكانه ولا عودة إلى الوراء اثنين غالبا في هذا السطح الذي يصيب الغليان في نقاط أخرى تظهر في أماكن أخرى حتى يصبح الجميع يغلي وأنا باعتقادي هنا وشاطرك الرأي حتى هذه اللحظة لا يوجد حراك كبير ينسجم مع حراك السويداء هل هذا الأمر تعب؟ هل هذا الأمر يأس من عدم إمكانية التغيير؟ أو مثل ما تفضل الأستاذ ياسر هو قلة فئة الشباب وعدم وجود هذه الفئة المغامرة التي تستطيع تحدي المخاطر والخروج بمظاهرات ولكن بنفس الوقت هناك أرجو أن لا نقع بخيبات أمل مجددا لأنها عشناها في بداية الثورة عندما كانت تخرج مظاهرات كبيرة في درها وخرجت مظاهرات في أماكن أخرى وجدنا أن بعض الأماكن كانت باردة للغاية وهذا قطعا أثر في مسار الثورة وأطال في عمر النظام واليوم هناك فرصة كبيرة طالما أن هذه البناطق الآن تثور السويداء تثور ودرع لم تتوقف قط دائما فيها مظاهرات والآن مظاهرات أهلنا في شرق الفرات ضد قسد اللي هي أداء من أدوات النظام فاليوم الفرصة كبيرة جدا لتحرك في مناطق متعددة والنظام في أغلب الأحيان لن يستطيع أن يقوم بحملاته العسكرية التي كان يقوم بها سابقا لأنه ضعف ومؤسساته انهارت والجو لا يسمح غالبا بمثل هذه الإجراءات ولكن حتى لو لم تتحرك هذه المناطق أستاذ جهاد اليوم نحن في سوريا نعيش معادلة غير قابل للحل اليوم هذه المطالب المعيشية التي تختلط مع مطالب الحرية والكرامة والمطالب السياسية النظام لا يستطيع أن يفي بأي من متطلباتها فلا هو قادر على استجابة للمطالب المعيشية ولا لمطالب الحرية والكرامة ولا للمطالب السياسية هو يعطل العملية السياسية منذ سنوات ولا يستطيع تقديم فيها أي شيء فاليوم إذا فرضنا مثلا أهلنا في منطقة ما في سوريا ما يزالوا إلى الآن تحت درجة التحمل وصابرين قطعا بعد شهر أو شهرين سيصلوا إلى نقطة لا يستطيعون فيها أن يتحملوا وسيخرجون لذلك الاستثمار الآن في هذه الهبة الكاملة في كل المناطق حتى نعجل في سقوط النظام والوصول إلى سوريا التي نريد دعنا نسمع رأي أسامة في روتردام يعني بسبب حتى الآن واضح أن تأثير التظاهرات في السويداء ما زال محدودا فيما يتعلق بالداخل السوري نظام ومعارضة السؤال هو التظاهرات مستمرة ومتواصلة والزخم يزداد في السويداء وهذا بالنسبة لكم كنخب سوريا مهم لكن في المقابل النظام ما زال صامتا ويواصل صمته برأيك ما النقطة التي يمكن أن تنكسر عندها هذه النمطية في العلاقة بين السويداء والنظام احتجاجات مستمرة وصمت مستمر من قبل النظام ما الذي يكسر نمط هذه العلاقة برأيك؟ يعني مما لا شك فيه أن النظام يخطط ويمكر وأعتقد أن غرف عمليات خاصة من طرف النظام تخطط لما سيكون في السويداء ولما سيفعله النظام في السويداء وأول التخطيطات نحن نعلم ليست سلمية وإنما مخابراتية من تحت الطاولة قبل أن يستخدم العنف استخدامه للعنف مما لا شك فيه اختلف عن 2011 لأن الأضواء مسلطة الخارجية الأمريكية علقت دول أخرى علقت ولكن يجب علينا أن نسلط الضوء على المكر المقابل لصالح أهلنا في السويداء من مؤسسات يعني يقال عنها ثورية هذه المؤسسات أو حتى لو تجمعات من المعارضين لا نجد أي أثر لا لتخطيط ولا لبرنامج دعم لأهلنا في السويداء سوى نحن في أوروبا قمنا لحد الآن بثلاث مظاهرات لدعم أهلنا في السويداء ولكن في أوروبا ولكن حتى في المحرر هناك مظاهرات مساندة لكن أقل من اللازم نتكلم عن الإحتلال لكن سيد أسامة معذرة منك أريد جوابا عن سؤالي يعني إلى أين تسير العلاقة بين هذه شكل العلاقة بين هذه التظاهرات المستمرة وصمت النظام المستمد بمعنى ماذا بعد ذلك الخطوة التالية النظام غير صامت هذا بداية جوابي يعني عن سؤالك أنا أجيب مباشرة النظام يعني الآن من خطته أنه لا يستخدم العنف والتدبيرات من تحت الطاولة مستمرة لكن أهلنا في السويداء هذه المرة كما أخبرنا ناشطون تعرفونهم لكن لا داعي لذكرهم في الخارج قالوا لنا بأن أهل السويداء استطاعوا أن يغلقوا الخرق الأمني الذي هو أخطر قضية أصابت الثورة السورية المباركة الخرق الأمني أغلقوه إلى درجة كبيرة وهم موحدين إلى درجة كافية منظمين إلى درجة كافية لذلك نحن نتوقع منهم أن يستمروا وأن يصمدوا ولكن مكر النظام الآن يدبر يخطط يرتب ولذلك يجب علينا أن نمكر لصالح أهلنا في السويداء أن نخطط أن نفعل شيئا نحن كما قلت كطليعة ثورية أو كمؤسسات ثورية يجب أن نفعل شيء لكي نساند أهلنا في السويداء لكن أن ننتظر كما تقول أنت القرار الشرارة التي يريدها النظام ليتدخل سواء بطريقة مخابراتية سرية أو بشراء الذمم أو بطريق المواجهة المسلحة نحن ننتظر يجب علينا أن لا ننتظر ويجب علينا أن لا نعتبر أهل السويداء من الأقليات أبدا تاريخهم وواقعهم الآن يثبت أنهم ليسوا بأقلية وهم مع جموع الشعب السوري المتفضة في كل المحافظة طيب سيد ياسر قبل أن نذهب إلى الفاصل النظام لم يتسهل مع أي مدينة سورية ونكل بالمدن جميعها حتى المناطق التي محسوبة عليه من حضنته من العلويين أجر فيها اعتقالات ونكل في بعض الشخصيات العلوية على قلتها لكن في السويداء الأمر مختلف لم يحرك ساكنا حتى الآن هل السردية أو السبب الذي ساقه أسامة الآن قبل قليل بأن أهل السويداء أغلقوا الخرق الأمني سبب مقنع لامتناع النظام يعني نظام مثلا في درعة مدينة موحدة كلها عشائرية لا يمكن القول أن هناك خرقا أمنيا مع ذلك طحنها بالطائرات والدبابات والمدافع لماذا يصمت في السويداء تعامل النظام مع مدينة السويداء بطريقة يعني الانقضاض السريع مثلا من الذي قتل الشيخ وحيد البلعوس النظام الذي قتله الآن النظام لديه يعني سيناريو أنه حامل أقليات لديه سيناريو أن المعركة انتهت وأنه انتصر وسيطر على كل سوريا لذلك أنا أعتقد أن النظام لا يريد العام العالمي هو يريد أن يقول أن هذه أزمة ستمضي وبشكل يعني لا يدركها الناس وخصوصا نرى الآن أن بعض الوكالات الأنباء العربية والإعلام العربي لا يتعاطى بشكل إيجابي مع هذا الأمر يعني اللهم باستثناء قناتكم وجدت أن القنوات العربية لا تسلط الأضواء على هذا الأمر وكأنه يراد يعني اختبار السويداء أن يمر بسلام بالنسبة للنظام ثم تمن يقول بأن النظام يراهن على طول الوقت وأن أهل السويداء سيملون بعد قليل إلى متى يمكن أن يصبر النظام في حال أن أهل السويداء واصلوا حراكم طالما الأمر يبقى منحصرا في منطقة السويداء ولا يشكل خطرا بالانتقال إلى الخارج سيظل النظام يستثمر بأنه لا يريد أن تنتشر الشرارة ولكن أنا أريد أن أقول تأكيدا لأخينا أسامة لماذا يعني من يدعي أنه يمثل السورة السورية كان هناك اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الدورة الأربعة وسبعين لم يذكر أن المعارضة السورية قدمت ما يحصل في السويداء وأن هذه المظاهرات تعبر عن رأي الشعب السوري بالمجمل أنا أعتقد أن المسؤولية الآن لا تقع باستمرار ما يحصل في السويداء على أهل السويداء وإنما أيضا يقع مسؤولية على ممثلي السورة السورية أن يتصدروا على الأقل تسويق ماذا يحصل في السويداء ويزروا للعالم أجمعين أن هذا النظام لم يصل إلى ما أراد أن يسوقه في السابق وأنه انتظر وأن الأمور باتت قابقوا سنة وأدنى انتهت الأمر الآن لدينا فرصة وأعتقد أن هذا النموذج فيما إذا قدم بأنه ينشر ما يحدث في السويداء سيكون هناك فعلا تضافر جهود على مستوى المحافظات وسيكون سقة من جديد بمن يمثل السورة السورية لكن في هذا السياق يبقى السؤال الأكبر هو إلى أي مدى هذه التظاهرات في السويداء ستؤثر على بنية النظام هو ما سنترحه بعد وقفة أخيرة بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم وبلدهم يطفو على بحر من الأفضل تصارع أكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة سيد نصر أنت قلت بأن تظاهرات السويداء تسحب ورقة حماية الأقليات من النظام ثم تمن يرى أن هذا التبرير أو هذا التعليل قد يكون سببا في خلخلة ما تبقى من بنية النظام مع مدى دقة هذه الرؤية يعني هلأ قبل أو مع حراك أهلنا في السويداء كان هناك نقاط غليان بدئية موجودة في مناطق أخرى سواء في الساحل السوري وهو مهم أو حتى في المحافظات التي دخلت تحت التسويات القسرية بجرائم النظام وإيران وروسيا لكن تحولت هذه الأصوات المعارضة في الساحل السوري إلى فقاعة يعني الآن هم يقولون أن مقام الرئاسة محفوظ تماما الآن نحن تمام مئة بالمئة بس حتى قبل هذه الأصوات كانت تخرج أصوات وتأتي تقارير عن معاناة أهلنا بالساحل مثل ما بتعاني كل السوريين إلا الفئة المتكسبة والمرتزقة والشبيحة اللي حوالي النظام هذو اللي قتلوا البلد ودمروها وصرقوا كل خيراتها وحتى في المناطق اللي قلنا التسويات القسرية اليوم هذه المناطق تتململ وخاصة أنها تعيش ظروف صعبة هذه نقطة النقطة الثانية اليوم هذا الحراك الذي يجري في السويداء بصورة رئيسية وفي درعة وشرق الفرات كمان بشكل مرافق هذا يؤدي إلى رسالة معنوية كما تفضل الأستاذ ياسر قبل قليل تهشم صورة النظام الذي دعا أنها خلصت وأنه انتصرنا على الإرهاب وأنه سوريا بخير فبالتالي هذا ربما يشجع المزيد من السوريين على الإنخراط بحراك مشابه أو حتى أقل عبر كتابات أو عبر نشاطات تعطي انطباع لكل السوريين الآخرين وليلعالم أنها لم تنتهي وأن سوريا ليست بخير ولم تكون بخير بوجود مثل هذا النظام القضية الثالثة وهي الأهم وهذه كانت دائما نقطة نقاش مع المجتمع الدولي الذي كان يتبجح بأنه لا يريد الفوضى في سوريا ولا يريد انهيار مؤسسات الدولة وحتى لو كانت مؤسسات الدولة هي التي تقتر الشعب السوري فالشعب السوري قتل على يد وزارة الدفاع وعلى يد وزارة الداخلية وعلى يد حتى وزارة الصحة التي كانت تقتر الجرحة والمرضى بالمشافي وعلى باقي الوزارات التي كانت تسخر المساعدات الإنسانية لشبيحة النظام وجيش النظام وتحرم المحتاجين منها هذه المؤسسات وصلت حتى قبل حراك أهلنا في السويداء إلى درجة من التهالك والتهاوي بما يشعر المرء بأنها آلة إلى السقوط الحر ليش؟ لأنه في قسم كبير انشق أصلا وفي قسم أكبر الآن عم يطلع هروبا من سوريا إلى كل دول العالم بمن فيهم الطبقات أو الفئات الموالية للنظام اليوم نحن نتحدث عن محافظة هذه المحافظة لها عدد كبير من أبنائها في مؤسسات النظام العسكرية والأمنية وحتى المدنية اليوم إذا تصاعد هذا الحراك وأخذ أهلنا في السويداء قرار بمقاطعة مؤسسات النظام خاصة أن النظام الآن ذاهب إلى مزيد من الحصار للمحافظة حرمان من حاجات الأساسية وحتى التهديد باستخدام الأمن أو العسكر في مواجهة هذا الحراك هذه الحركة إن تمت ستؤدي إلى انكسار معاوضة لدى مؤسسات هي بالأساس بالكاد تسد الرمق بالكاد اليوم في كثير من المناطق في سوريا لا توجد فيها مستوصفات ولا توجد فيها مشافي وحتى إن وجدت المشافي لا يوجد أطباء وإذا وجد الأطباء والمشافي لا توجد الأدوية فبالتالي استمرار مثل هذا الحراك نعم قد يؤثر بشكل عميق وبشكل محرج ومخيف على بنية مؤسسات النظام خاصة العسكرية والأمنية والمدنية سيد ياسر هل يمتلك النظام فرص استيعاب حراك السويداء؟ لأن ذكر أسامة من روتردام بأن النظام يكيد وكلامه قد يكون دقيقا لأن النظام صحيح أنه صامت في الظاهر لكن ليس صامتا ما تحت الطاولة إلى أي مدى يملك فرص استيعاب ما يجري في السويداء؟ أولا النظام أدواته معروفة هي أدوات الإرهاب من خلال عملية الاستخبارات والشبيحة هو لا يتقن فن احتواء الموقف سياسيا هو يستطيع أن يقسم المجتمعات ويحاول أن يزرع الفتن فيما بينهم وهذا ما حصل من خلال محاولته كسب بعض مشايخ العقل ولكن أنا أعتقد أن هذا الأمر لن يفيده على المدى الطويل الأمر الثاني لنقوله بصراحة النظام بات منهكا سوريا تحولت بفضل هذا النظام بعد 12 سنة إلى دولة فاشلة بالمطلق لا يستطيع النظام كما ذكر الدكتور نصر قبل قليل لا يستطيع أن يلبي أي شيء من مطالب التي يطالبها الشارع السولي في السويدة لذلك هو لا يستطيع أن يتعامل بحرفة سياسية وأدواته الأمنية ستكون مركز عليها على المستوى العالمي وخصوصا بعد الاتصالات الدولية بالشيخ حكمة الهجري والأمر الثاني كما ذكرت هذا المجتمع لديه طريقة تجمع فيما بين أفراده على مرعوض طائف معين إذا ما سار هذا الشارع فستكون هناك ويلات كبيرة على النظام سيما وإذا علمنا أن لهم حالة تاريخية يتكلمون عن ثورة سلطان باشر الأطرش أي الثورة السورية الكبرى والأمر الأخير الذي أريد أن أركز عليه أن هذا النظام بالمجمل بات في حالة ضعيفة جدا حتى الأنظمة العربية التي كانت في طور التطبيع معه سقط في يدها عندما وجدت أن محافظة بكاملها محافظة بكاملها بقضها وقضيدها تقوم ضد هذا المجتمع إذن بشار الأسد الذي أوصل سوريا إلى دولة فاشلة الخطاب السوري الذي يقول أن هناك احتلال إيراني يسيطر على أدوات ويبيع الأرض بشار الأسد لهذه السلطات الاحتلال لا يوجد أي ثقة لذلك الدول التي كانت تراهن على أن بقاء النظام يعني بقاء المؤسسات وبالتالي بقاء الدولة أصبحت هذه المعادلة غير محققة وأصبح الخطاب يقول أن بقاء الشعب هو المضمون وبقاء الأرض هي المضمونة ولكن لكي تبقى سوريا في حالة آمنة يجب عليها أن تتحقق فيها القرارات الدولية 2.1.1.8 و2.2.5.4 يجب أن يكون هناك استقرار سياسي في سوريا حتى يضمن الأردن أن لا يكون لديه تهريب من المخدرات حتى تضمن تركيا أيضا أن لا يوجد تهريب للإرهابيين بالتجاه لذلك بقاء بشار الأسد يعني خطرا على الدول المحيطة في سوريا وخطرا على الأمن والسلم الدوليين إزاحة بشار الأسد يعني استقرار لسوريا استقرار لحالة الدولة السورية وإبقاء الحقيقة للمؤسسات وليس الشكل وظاهر المؤسسات التي أوحى بشار الأسد أنه يضمن بقاءها كان من المقرر أن نعود إلى روتردام لكن خلالا فليا يحول دون هذه الرغبة سيد نصر الآن ما المسار بناء على مراقبتك هذا الوضع الداخلي ما المسار الذي يمكن أن تسلكه التظاهرات في السويداء بما يؤثر على الحالة السورية بالمجمل يعني اليوم المظاهرات إذا تركت لسجيتها لطبيعتها دون تدخل من النظام لا أعتقد أن المتظاهرين سيعودون إلى بيوتهم وباعتقادي من الخطأ كمان الاستخفاف أو الاستهانة بالمظاهرات لأن المظاهرات تعني بشكل من الأشكال تحريض لباقي السوريين على التظاهر ضد هذا النظام الضعيف الذي لم يعد بحوزته ولا بقدرته مواجهة أي حراك اثنين فشل في مؤسسات الدولة لأنه هذول المتظاهرين والمعتصمين اليوم هم جزء من هذه المؤسسات وعلى فكرة أكثر عام تم فيه تقديم استقالات من الدولة السورية هو عام 2023 لماذا؟ لأن الراتب الشهري على الرغم من أن المجرم بشار الأسد زادوا إلى الضعف لا يكفي أسبوع أجور النقل هذه إن وجدت أجور النقل التي أضربت عن العمل فبالتالي أصبحنا في كركبة وفي دائرة معيبة لا يمكن الخروج منها هذا المسار الموجود واحد أنه يحرض على التظاهر في مناطق أخرى عندما تنضج عندما تنضج بنفس العوامل التي أنضجت حراك السويداء اثنين إذا النظام قرر المواجهة الأمنية والعسكرية لا أعتقد أن أهلنا في السويداء سيكونون لقمة سائغة خاصة وأنه في الكثير الكثير ممكن أن يتضامن في هذا الحراك وتدخل سوريا في حلقة من العنف مجددا وهذه الحلقة من العنف لن تستطيع كل الأطراف تحملها ولكن يمكن أن تجبر عليها حتى أبناء السويداء منتشرون بكثرة في قيادات عليا في الجيش والأمن لكن دعني أعود إلى أصبح جاهزا أهالي السويداء سيد أسامة في روتردام أهالي السويداء حقيقة حراكهم منظم وربما تلعب القضية القبلية والعشائرية دورا مهما في إحداث نوع من التماسك بينهم فيما يتعلق بالحراك لكن الملاحظ أنهم سريعا أسسوا هيئة سياسية قدمت رؤية للمجتمع الدولي رؤية أهالي السويداء للحل في سوريا ومن ضمن ذلك أنه ركزوا على قضية اللامركزية الإدارية يعني بمعنى أنه شيء ما يشبه نوع من أن يحكموا أنفسهم ضمن سلطة مركزية في سوريا إلى أي مدى برأيك وهذا كلام مطروح في الشارع السوري يمكن أن تكون السويداء أساسا لنوع من الحكم اللامركزي الفيدرالي في سوريا في المرحلة المقبلة يعني اللامركزية المحلية هذا أمر مطروح حتى في الدستور الذي فبرك في سوريا من قبل ومن بعد أما قضية التقسيم وجود دويلة لأهل السويداء هذه لم تطرح من قبلهم وحتى الناشطين في القارج فوصلنا معهم هذا الأمر مستبعد تماما ولم يطرحوه الأمر المهم للغاية الآن في حديثنا عن أهل السويداء أن نقول ببساطة أن هذا الحراك للأسف الشديد سيخمد سينتهي سواء بالتآمل سواء بالفتن سواء بتحريض النظام لداعش لتأتي ولتقترب من أهل السويداء وتفعل ما تفعل ونعلم ما يمكن أن تفعل سواء بالفتن التي يمكن أن تحدث ضمن أهل السويداء لأننا سمعنا أن بعض مشايخ العقل هم ليسوا مع هذا الحراك سمعنا أن بعضهم مع الحراك وبعضهم ليس مع الحراك النظام يخطط نعم وقريبا سنرى نتائج تخطيط هذا النظام ومن ضمن التخطيط والانتظار هذا الانتظار مريب للغاية ولكن المريب أكثر أننا لا نتحرك لا نتحرك أبدا هناك نقطة مهمة جدا حتى لا نبقى في العموميات يجب علينا ونحن نحاول الآن في أوروبا أن نتواصل مع اللوبي الثوري السوري أمريكان من أصل سوري هؤلاء جنود مجهولين يعني الناس كفروا بالإئتلاف منذ سنوات وسنوات اليوم لدينا هذا اللوبي سنتواصل معه ليتمكن كما تمكن مرارا من إصدار قوانين وضغوطات على الكونغرس ضد النظام الفاشي الأسدي علينا أن نتواصل معه ليوصل الصوت داخل الكونغرس ويفعل ما يستطيع أن يفعله لنصرة أهلنا في السويداء هذا الحراك سينتهي ولن يطول إلا لشهر أو شهرين وراقب التوقيت النظام لا يمكن أن يسكر هو فقط يتجنب الأضواء المسلطة اليوم على السويداء حتى لا تحصل ردات فعل دولية وأقليمية النظام فاسد وضعيف نعم ولكن كل المعارضة بما فيها الفصائل لا تفعل شيء للإجهاز على هذا النظام سينفرد بأهلنا في السويداء للأسف الشديد وسيفعل ما يفعله دائما واليوم واليوم عفوا اليوم النظام يراهن على دعم روسيا ودعم إيران ودعم الصين فهو لن يفعل إلا أن يكمل بيع سوريا ويأخذ اللازم والموافقات والضغوطات الدولية بما فيها حق النقد في مجلس الأمن ليفعل ما يفعل لجاه السويداء وتجاه باقي البناطق السورية الثالثة نقاط مهمة وعملية طرحها أسامة يعني الآن أهل السويداء ربما لا يحتاجون كثير عاطفة من باقي السوريين كما يقول بقدر ما يحتاجون إلى عمل منظم وأنت تعرف مؤسسات الثورة متكلسة وتعاني من آليات في اتخاذ القرار وليس لديها فعالية كبيرة ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الثوري لأهل السويداء حتى يستعيدوا نشاطهم؟ أولا أنا أريد أن أطمئن المشاهدين وأيضا الأخوة الضيوف على أن النظام السوري ساقط لا محالة هذا النظام بأسلوبه بعد أن باع الغالي والرخيص لإيران ولروسيا لا يستطيع البقاء لأنه ليس لديه أدوات البقاء هذا من جالب الأمر الثاني أنا أعتقد أن تمثيل المؤسسات المعارضة كما ذكر الدكتور أسامة منذ فترة طويلة هي في حال تكلس كما ذكرتم ولكن الآن لدينا فرصة لا نستطيع أن نبقى نراقب هذه المؤسسات أن تقدم على هذا الأمر يجب علينا أن يكون لدينا نوع من الضغط المباشر على هذه المؤسسات بحيث إما أن تقوم بواجباتها أو نستسنى هؤلاء الثلة الذين يتصرفون بهذه المؤسسات باتجاه الغرق وليس باتجاه مصلحة السوريين أنا أريد أن أقول ما يحدث في السويداء اليوم هو مصلحة للثورة السورية هو مصلحة أيضا لكل الشعب السوري ويجب أن يأخذ حقه لماذا حتى هذه اللحظة لا نجد أن هناك مؤتمرات ونشاطات معذرة سيد ياسر طرح أسامة نقاط مهمة وعملية بما يتعلق بمخاطبة اللوبي ما أسمىه اللوبي الثوري السوري في أمريكا وهو ذو تأثير هناك ما الذي يمنع من مخاطبة هذا اللوبي ووضعه في الصورة أولا اللوبي أو المجلس السوري الأمريكي السوري هؤلاء هم من يدعمون الثورة وهم يتابعون الأمر ولكن لديهم مشكلة عندما يخاطبون كونغرسمان أو أي جهة رسمية البيت الأبيض يقولون لهم أنتم تستطيعون أن تضغطوا في مسارات موجودة على طاولة البحث قانونية داخلية في الأمر ولكن لا تستطيعون أن تزعوا ملف سياسي يجب على مؤسسات المعارضة أن تطرح الملف السياسي وأنتم تضغطون لتفعيل هذا الملف إذن هذا ما وجدناه في حالة العشائر أهل السويداء قدموا ملف سياسي أنا أعتقد أن ما حصل في موضوع العشائر ضد قسل كان المجلس السوري الأمريكي أو الأمريكي السوري يقف متفرجا لماذا لأنه عندما أراد الحديث قالوا له بأن هذا الأمر يجب أن يطالب به مؤسسات السورة الآن ما يحدث في السويداء يجب أن يكون تمثيل السورة يخاطب وعندها تعمل اللبيات وتعمل الحراك المدني والمنظمات المجتمع المدني في تسويق هذا الأمر علما أن أهالي السويداء شكلوا حيئة سياسية وقدمت رؤية لطبيعة الحل في سوريا ويبقى الباقي على مؤسسات المعارضة السورية إن كان بقي هناك مؤسسات ختام المشاهدية الكرام أشكر ضيوفي المشاركين معي في الستوديو نصر الحريري الرئيس السابق للإئتلاف الوطني السوري وكذلك ياسر النجار الأكاديمي والباحث السياسي وكذلك كان معنا من روتردام أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية شكرا لحضراتكم على كرم المتابعة في هراسة الله اشتركوا في القناة